أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا عبنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيعنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلَعَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وجاء من لقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم تابعوا المُصَلِينَ اتَّبِئُوا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ أَدْرًا وَهُمْ مُعْتَدُونَ وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أَتَّقِلُ بِدُونِهِ أَالِحَةً لِيُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّلْ لَعْتُونِ أَلْنِ شَفَاعْتُمْ شَيْئًا وَلَا يُوقِلُونَ إني ذلك ذلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ابقوا للجلة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إل كانت إلا صيحة وعيدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من عسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يعجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون صدقه الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شعداء كربلا والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد